بتاع شخصية بتعمل تصرفات شريرة جدا ولكن كل ده وفعها إيجابية رز أحمد رز أحمد رز أحمد رز أحمد رز أحمد حسني بالكلم عن مهاجم فودي دجلة رز سبيس أحمد رز بي أحمد وحرمه أحداث فيلم فينم بتبدأ مع عودة بعثة فضائية مملوكة لمؤسسة لايف للأرض البعثة نجحت في اعتراض مذنب محمل بكائنات حية وقدرت ترجع ببعض العينات دكتور كارلتن دريك رئيس مؤسسة لايف بيكتشف أن الكائنات دي عبارة عن سيمبيوتس يعني شكل من أشكال الحياة لكن لازم يتحد مع كائن حي بيتنفس أكسجين عشان يقدر يعيش على الأرض وسريعا بياخد القرار الغير إنساني ببدء التجارب البشرية على بعض المشردين حتى لو ده كلفهم حياتهم دي التهمة اللي إيدي بروك صحفي التحقيقات الشهير بيوجهوا بيها في لقاء مصور ما بينهم وغضب دكتور دريك الشديد من الاتهامات بيكلف إيدي بروك الكثير على المستوى الشخصي وعلى المستوى الوظيفي لذلك بيقبل أول فرصة بتجيله لاختراق مؤسسة لايف والاطلاع على التجارب لمحاولة جلب بعض الأدلة لتأكيد صحة اتهاماته ولكن محاولة الاختراق دي بتنتهي نهاية غير متوقعة لما واحد من السيمبيوت بيتحد مع إيدي بروك شخصيا بروك طبعا بيلاحظ التغيرات اللي بتطرق عليه وبيتفاجئ بأن السيمبيوت بيحاول يتواصل معاه وكمان يتحكم في تصرفاته وبيقوله إنهم مع بعض أصبحوا فينم وأحداث الفيلم بتنطلق مع محاولات من إيدي بروك للتفاوض مع السيمبيوت للوصول لبروتوكول إدارة فينم وسط مطاردات من عناصر الأمن بتاعة مؤسسة لايف لاستعادة السيمبيوت فيا ترى إيه اللي حيحصل فينم هو الفيلم الأول في عالم مارفل السينمائي الخاص بشركة سوني وهو منفصل تماما عن عالم مارفل السينمائي اللي احنا عارفينه ولكنه متصق معاه على صعيد الأحداث ويمكن ده سبب صغير في وسط أسباب أخرى أكبر وأهم خلت الفيلم ده من أكتر الأفلام المرتقبة في 2018 منها مثلا الشعبية الشديدة لشخصية فينم عند محبي الكوميك بوكس ومنها انتظار معرفة موقف سبايدر مان من الفيلم ده ومنها طبعا إن الفيلم من بطولة توم هاردي صاحب الإمكانيات والشعبية الكبيرة جدا واللي ظهوره السينمائي مؤخرا ما بقاش كثيف وإذ بنا نفاجأ بإن الفيلم بيتقابل نقديا بشكل سلبي جدا عشان كده لما دخلت الفيلم كنت منتظر إن المشاكل بتاعته حتمط في وشي بس بعد مرور ربع الفيلم الأول حسيت إن محتاج أدقق شوية عشان أطلع المشاكل وبعد نهاية النص الأول بقيت متيقن إن الفيلم ده لو فعلا فيه مشاكل كبيرة فهي بكل تأكيد في النص التاني كل حاجة في النص الأول من فيلم فينم في رأيي الشخصي بتتراوح ما بين جيد جدا وممتاز تقديم القصة والحبكة والشخصيات كان جيد جدا وحرص على أقصى درجات الفاعلية وخلق تباين مثير جدا للاهتمام ما بين جانب الخير المتمثل في إيدي بروك وجانب الشر المتمثل في دكتور كارلتون دريك لأن دريك أتال قتلة لكن كل أهدافه العلمية والعملية إيجابية بينما بروك بيحاول يكشف جرائم دريك لكن كل صفاته الشخصية سلبية عشان كده فينم لما بيتكون من اتحاد بروك مع السيمبيوت بيكشف لنا طبقة تالتة من الصفات للشخصية طبقة بتبين لنا أن إيدي بروك ممكن يكون نرجسي وأناني وانتهازي لكنه مش شرير فتخيلوا بقى لما تركيبة زي دي تخش في صراع سيطرة مع كيان أصلا مقاييس الشر عنده مختلة فينم عاوز يأكل ويحافظ على حريته وعلى اتحاده مع المضيف بتاعه وبس كل البشر بالنسبة له وجبات ده اللي خلى مشاهد التواصل والصراع ما بين إيدي بروك والسيمبيوت من أمتع ما يمكن وده اللي بيخلي فينم حقيقي مختلف عن أي بطل خارق وأي شرير خارق شفناهم في أي فيلم قبل كده مختلف لدرجة أني بقول عليه فينم أنا مش قادر أقول عليه شخصية وده ممكن يبين ليه توم هاردي تحمس للفيلم ده لأن تحديات الأداء كانت مرتفعة جدا وهو أبدع فيها جدا كل ده أنا فهمته واستوعبته وتواصلت معاه بينما أحداث الفيلم بتنطلق وما بتاخدش أي استراحة لبروزة أي فلسفة للمفاجأة الكوميديا كانت كثيفة ورائعة في كذا مشهد في النص الأول دحكوني من قلبي الأكشن كمان كان واخد مساحة معقولة جدا وما كانش فيه مشاكل كبيرة ولو إنه كان متكتف بالتصنيف الرقابي العائلي يعني لما قولك كيان كل البشر بالنسبة له وجبات ومع ذلك الضحايا بتوعه يتعدوا على الصوابع وكل ما شاهده ما فيهاش ولا نقطة دم ده ينفع في النص التاني بقى للأسف المشاكل فعلا بقت واضحة جدا أو الحقيقة هي مشكلة واحدة بس توابعها كتير شوية المشكلة البساطة إن خط أحداث جانب الخير وخط أحداث جانب الشر مش مستويين على بداية النص التاني من الفيلم بقى واضح جدا إن خط الخير سابق قوي عشان كده جانب الشر اللي كان عمال يستوي على نار هادية اضطر يجري ولما وصل مصدر التهديد لصورته النهائية بقى شكلها متكروت جدا في نفس الوقت ده بقى جانب الخير ابتدى يضيع وقت العلاقة ما بين أدي والسيمبيوت بقى فيها شد وجذب مش ضروري ليه لازمة دخلت شخصية آن وينغ في قلب الأحداث بشكل مقحم وغير مفيد الكوميديا فضلت كويسة والأكشن فضل كويس بس المستوى العام للأحداث ما بقاش زي النص الأول وبعدين تحصل المفاجأة نكتشف ان جانب الشر سبق جدا وان جانب الخير بقى محتاج يلحقه وده أدى لأضعف حلقات الحبكة على الإطلاق الحلقة اللي بتحط التعريف النهائي لفنم واللي للأسف برضو كانت متكروتة جدا وغير مقنعة على الإطلاق طبعا لما كل ده يحصل قبل المواجهة النهائية بثواني فضروري تطلع أي كلام التعويض جيه في تسلسل النهائية اللي حصل بعد المواجهة النهائية واللي في رأيي كان جيد جدا وممكن يبقى على نفس مستوى النص الأول من الفيلم ده طبعا بيكلف الفيلم كتير لكن يخليه فيلم وحش أنا ما اعتقدش مشاكل الفيلم كلها مشاكل سيناريو ممكن تكون مشاكل مش صغيرة لكن ما هيش مشاكل في كل عناصر الفيلم على مستوى الإخراج أنا ما عنديش أي تحفظات على روبين فلايشر أكتر بس من غياب العنف على مستوى التكسيد طبعا طوم هاردي كان رائع وتكوين شخصيته كان من أقوى ما يمكن زي ما شرحت على جانب الشر وفي الإطار اللي أنا شرحته بتاع شخصية بتعمل تصرف شرير جدا ولكن كل ده وفعه إيجابية رز أحمد قدم أداء مقنع جدا وما فيهوش أي مشاكل لأنه أصلا مش مطلوب منه إنه يخوفك مشال ويليامز عملت دورها كويس جدا هو صحيح دور صغير وسطحي وغير مؤثر بس ده يدرها هي ما يدرش الفيلم في حاجة مش فاهم فيه إيه عنصر تاني في الفيلم كان وحش يعني أغنية فيلم بتاعت أمنام جمدة تنين فيلم فيلم حلو إلى حد كبير وممتع إلى حد أكبر وحقيقي مختلف في وسط زربيح أفلام الأبطال الخارقين والأشرار الخارقين اللي بنشوفها مؤخرا نطاق الفيلم ديق مش واسع ودي أنصب ظروف لتقديم كيان منعش بالشكل ده على يد ممثل قدير بالشكل ده عنده مشاكل كبيرة فعلا ولكنها مش كارثية وأتمنى أن الاستقبال النقدي السلبي مايعطلش الجزء الثاني كتير تقييمي لفيلم فيلم هو 7 من 10 وعندنا مشهدين بعد تتر النهاية واحد حلو ومهم فاستنوه والتاني مش فارق كتير ممكن تحلقوله مناقشة الحلقة ايه هو أفضل دور نسائي مساند شفتوه في فيلم من أفلام الأبطال الخارقين ياريت تساهموا برأيكم في الكومنتز ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول بول وتابعونا على فيسبوك وتويتر وباز وبي باي اشتركوا في القناة